أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل من القرارات اللي حلوة قوية اللي اتخذت في الفترة اللي فاتت أول يومين اللي فاتوا البنك المركزي المصري قرر إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإداءة للأفراد والشركات وكمان قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقضي من فروع البنوك من 50 ألف جنيه لحد 150 ألف جنيه التفاصيل أكتر عن أهمية القرارات دي وتداعياته أنا عرفها من الدكتورة اللي من ورانا النهارة في ستوديو يوم من الحمائي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير صباح الخير مبارح قرارات مهمة اتخذها البنك المركزي شفتي زي قرارات دي لا هو البنك المركزي الحقيقي بيبتدي يتحرك في اتجاه جيد جدا أنا مش شايفة القرارات دي لوحدها بس أنا شايفها مع مجموعة قرارات أخرى بتبتدي لتفعيل دور السياسة النقدية في مصر لإدارة النشاط الاقتصادي ولمسندة النشاط الاقتصادي لأن احنا عارفين أن السياسة النقدية هي عبارة عن إدارة السيولة وإدارة السيولة دي بيبقى هدفها حاجتين إن أكافح التضخم ده الهدف الأولاني والهدف الثاني المهم جدا واللي احنا عندنا تحديات كبيرة جدا فيه الأيام دي هي استقرار سعر الصف ليه لأن أنا يعني دلوقتي كل قطاع الأعمال هتبص تلاقيه في مصر عنده عدم تأكد وصحيح إن دي ظاهرة عالمية إن في كل دوق العالم معظم المستثمرين عندهم حالة عدم تأكد لأن المتغيرات خطيرة يعني وسريعة جميع وبدين يعني مثلا بنبص لما بنلاحظ أسعار البترول اللي هي عنصر مهمة جدا فيه الإنتاج طالع نازل طالع نازل نتيجة لظروف سياسية بشكل كبير وبالتالي القضية أصبحت إنه عدم التأكد بقى بيسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي وعدم التأكد ده أخطر شيء للاستثمار ولسير الاقتصاد اللي أنا شايفة في السياسة النقدية يعني النهاردة أنا لما بكلم بقى على محافظ بنك مركزي المفروض يتمتع باستقلالية تامة استقلالية عن إيه؟ استقلالية عن الحكومة يعني الحكومة مثلا ما تجيش تقوله مثلا إن تفرض عليه أي رأي من ناحية سعر الفايدة مفروض سعر الفايدة بيحدده بناء على سيولة العرض النقود والطلب على النقود واحتياجات الاقتصاد بالظبط فمؤخرا كانت كتير جدا من الاقتصاديين في الاجتماع اللي حصل بعد اختيار حسن عبد الله كثير من الاقتصاديين كانوا طلعين بيقولوا لازم هيحصل رفع سعر الفايدة الحمد لله إنه القرار لا تسبيت سعر الفايدة لأن رفع سعر الفايدة ضد مصلحة الاقتصاد يعني إحنا كلنا أنا كنت اقتصادين كتير كانوا بينادوا بإنه تسبيت سعر الفايدة لأن سعر الفايدة هي تكلفة للصمار إحنا عايزين سعرات في مصر بتالي عايزين نشجع للصمار سعر الفايدة يرفع لك الدين الداخلي اللي هو تعدى 6 تريليون جنيه مصري وبالتالي ده بيومس العبء كبير على الموازنة فنرجع لقصة إدارة السياسة النقدية اللي هي سعر الصرف والتضخم الحقيقة البنك المركزي ومحافظة البنك المركزي الجديد أو القائد بأعماله بيبتدي ياخد خطوات غاية في الأهمية وإن شاء الله تبشر بالخير بالنسبة للموقف اللي جاي القرارات دي على رأسها أنه كانت عملية وضع قيود على الإيداع والسحب دي كانت يعني اسأل حتى قطاع الأعمال في كل مكان هتلاقيه كان متضرر من ده لأنه بيقيدك في حتة المصالحك والأوضاع هو كان الهدف من ده أن أنا بداخل بقى في شؤون مالي وأن كل المعاملات لازم تبقى أونلاين وهكذا لكن إحنا لسه عندنا جزء اقتصاد نقدي يعني إحنا عايزين نتحول إلى الأتمتة الكاملة ولكن إحنا مرحلة الانتقال دي أنا مش لازم أكتف القطاع الأعمال خاصة أنه أوريدي بيعاني من مشاكل وبالتالي دي إن أنا أخذ القرار ده مهم قرارات الأقصر أهمية بقى ولا أنا شايفها إيجابية جدا جدا البنك المركزي مؤخرا إدى قرار للبنوك إنه يبتدي يرصد له كل احتياجات النقد الأجنبي المطلوبة للإستيراد ليه؟ كان فيه قرار اتاخد سابقا بأن عمليات الاستيراد تكون عن طريق الاعتمادات المستندية وده كان في منطقة الخطورة وكان له تدعيات سلبية جدا على الصناعة بالذات لأن الصناعة بتاعتنا للأسف إحنا لم ننجح في زيادة المكون المحلي لقطاع الصناعة وبالتالي مازالت تتعتمد على الاستيراد بدرجة كبيرة هنا النهاردة لما أنا أوقف الصناعة يبقى أنا بعمل تأثير سلبي جدا على الاقتصاد كان الأول القرارات ماشية بمستندات التحصيل يعني إيه الفرق بقى مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية مستندات التحصيل أنا كعميل بتعمل مع العميل الآخر اللي في البلد التانية مباشرة فمسلا بيعمل لي خصم بيستنى علي شوية عشان مثلا أسدد له وبالتالي دي كانت إيه؟ بتسهل لي أنا كمنتج هنا بتسهل لي أمور للغاية ما أقدر أجيب المادة الخام وصناحها وممكن أصدر أو أبيع في السون محلي هو أقدر أسدد له براحتي فدي كانت بتسهل قطاع العمل أما نقل بقى إلى الاعتمادات المستندية أنا سبت الطرفين دول وخليت البنك وهو اللي بيتولى هذه العملية ولازم أدفع قيمة الصفقة كلها قبل حتى مستلمها تخيل قد إيه؟ تخيل قد إيه؟ ده أثر سلبا حتى إن رئيس الجمهورية وقف هذا القرار من كتر الشكاوى اللي كانت من المنتجين واللي أثرت بشكل سلبي طبعا ده خلاص إحنا رجعنا لمستندة التحصيل فدي تفكت لما بتجي أخذ قرار بقى أنا كبنك مركزي إن تعال نشتغل بأسس علمية تعال نشوف الطلب على النقد الأجنبي وعرض النقد الأجنبي لأنه ده هو أساس سياسة سعر الصرف اللي أنا هعملها الطلب على النقد الأجنبي جاي من مين؟ من المستوردين ومن كل القطاعات تعالوا ندرسه بعناية ونشوف العرض جاي لنا منين؟ إحنا مؤخرا في عندنا مؤشرين إيجابيين جدا حصل وأنا بطمن الناس لأنه يعني بيتردد أنه مصر حتفلس أنه المديونية الخارجية كبيرة وأنه إحنا مش هنقدر نسدد هذه المديونية فلا مصر مليانة خير القصة قصة الإدارة الاقتصادية لهذه الموارد للأسف ليست بالكفاءة المطلوبة عشان أبتدي أطلع على الخير ده فلما يقول أننا قبل ما يحصل التعويم الأخير كان طلع لنا جات لنا يعني ستيتمنت كده كاقتصادين أن النقد الأجنبي عند الجهاز المصرفي انخفض دي دلالة في منطقة الخطورة طيب مين المسؤول عن انخفاض النقد الأجنبي عند الجهاز المصرفي؟ البنك المركزي لأنه في إطار الجدارة ومقرارات بازل اللي هو البنك المركزي ده بنك البنوك واللي بيشرف على البنوك كلها هو اللي بيحط لها الأدوات هو اللي بيراجع على أدائها وبالتالي المفروض كان يبقى فيه ألارم عند البنك المركزي هنا علامة انظار ضوء أحمر كده أن البنوك دي إزاي بيحصل فيها انخفاض في النقد الأجنبي أسبابه وتدعياته ويجي لك مع الكلام ده كلام غريب جدا نقول لك إيه إحنا في شهر واحد العربيات زاد استيرادها من 4 مليار دولار لتسعة مليار دولار يعني احنا في شهر واحد دفعين خمسة مليار دولار نستورد عربيات وكلها عربيات لكشري يعني كلها عربيات مركات عالية طب هل أنا كبلت أسيب الأمور تمشي بهذا الشكل ولا المفروض بقى فيه تخطيط التخطيط هو إيه لازم خطة استيرادي إيه في المرحلة دي ومصادر النقد الأجنبي عندي بيانات الدوء الإيجابي اللي بدأ يظهر لنا إنه مؤخرا ظهر إنه الفجوة اللي عند البنوك في النقد الأجنبي تضاقلت جدا وصلت إلى 400 مليون دولار دي إشارة إيجابية بالنسبة لي لأن أنا كاقصادية أنا بحل الأرقام وعشان كده أحد مشاكلنا الكبيرة جدا اللي لازم نهتم بيها إتاحة البيانات والمعلومات أنا النهاردة وأنا بتكلم يعني أمريكا بيطلع فيها يوميا كل مصنع بنت كام ووظف كام باليوم أنا النهاردة ما أعرفش أو جيت سألت لك وزير التجارة والصناعة قلت له مثلا الملابس الجاهزة بتنتج كام تي شيرت في اليوم أو كام أي نوع من أنواع الملابس الجاهزة في اليوم مش عارف مش عارف يرد عليك إتاحة البيانات دي أساسية لاتخاذ القرار وبالتالي أنا النهاردة لازم يكون عندي قاعدة بيانات واضحة جدا مش بس عن كل ما يمتج وعن التشغيل وعن كله عشان أقدر أسير النشاط الاقتصادي بالكفاءة المطلوبة ولكن أيضا عن أي متغيرات ممكن تؤثر على ده يعني بحيث أن أنا أقدر أخذ يعني أنا دلوقتي لما أقول أنا في أزمة هو مصر في أزمة أم لا العالم كله في أزمة العالم كله وإحنا في أزمة اقتصادية يعني إحنا مهم جدا نمشي بالثانية ندير مواردنا بأقصى كفاءة ممكنة لصالح شعبنا لصالح الناس وبالتالي هنا لازم يكون عندي البيانات بقى دقيقة فأنا الحقيقة يعني ساعدت جدا بأنه البنك المركزي بدأ أولا سحب 100 مليار و100 مليار تانية من السيولة ودي عمليات سوق مفتوحة عشان أضغط يعني أقل للسيولة وبالتالي يعني التضخم هو عبارة عن إيه مستوى الأسعار عبارة عن إيه إنتاج يقبله فلوس بأسم ده على دا يديني مستوى الأسعار فأنا النهاردة لما يكون الإنتاج أقلم الفلوس والفلوس كتيرة فلما أقسم فلوس كتيرة على إنتاج أقلي يديك مستوى أسعار أعلى فلما بسحب من السيولة دي بقلل السيولة في السوق وبالتالي بقلل ضغط إيه التضخم ففيه في خلال الفترة القصيرة دي مجموعة قرارات غاية في الأهمية تطمني أن الأمور ماشية في اتجاه كويس يعني آخرها قرار مبارح ولكن الحقيقة أنا بتتبع الأمور منها فجوة النقدة الأمنابي دي غاية في الأهمية كلها مرتبطة ببعض وعايزة دي في حاجة مهمة جدا بالنسبة لما ذكرته عن الكلام اللي بيتردد أن مصر حتفلس وكلام ده إحنا عندنا ديون خارجية زادت بنسبة كبيرة جدا وصلت 157 مليار دولار وده رقم عمر مصر ما وصلت له كديون خارجية لكن الحاجة هنا دلوقتي لما أنا كاقصادية بقيم قصة الدول الخارجية أول نقطة بدور عليها أجال الدين يعني موعيد السادات بتاعته فموعيد السادات بتاعته نسبة كبيرة من 157 دي بتتسدد على مدى متوسط وطويل وبالتالي أنا المسؤوليات اللي علي في الأجل القصير أقل فدي أول علامة إيجابية الحاجة التانية بقى اللي لازم أشتغل عليها بشكل كبير كتا الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج مئة مرة طب الانتاج هل فقط للسوق المحلية لا لازم انتاجي بقى يشمل التصدير لأن الصادرات دي مهمة جدا لأن أنا مصادر النقد الأجنبي بتاعتي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن قناة السويس زادت يعني أنا كان خمسة ونصف مليار دولار دلوقتي وصلت لسابعة فدي حاجة كويسة عندي تحويلات المصريين العاملين في الخارج الحمد لله مؤخرا كانت أخرها تسعة وعشرين أنا وصلة تنين وثلاثين فدي حاجة مش وحشة حاجة كويسة جدا عندي الاستثمار الأجنبي المباشر لازم أشتغل مناخ الاستثمار مش مناسب للمستثمرين الأجانب عندك فرص هيلة طيب بما نتكلم عن الاستثمار الخطوة الأخيرة دي هل هي تطمئن المستثمرين؟ طبعا طبعا تطمئن جدا المستثمرين لأنك بتبتدي وعلى فكرة هي مش بس يعني كان بيصاحب هذا الحدث أصلي البنك المركزي دي السياسة النقدية معاها السياسة المالية والسياسة التجارية اللي منسية في مصر السياسة التجارية دي يعني بتحط جمارك وبتسهل دخول إيه والتصدير يعني إحنا لما بنيجي نتكلم عن قضية التصدير كل يعني الحكومة الميسج بتاع الحكومة لما بتجي تكلم عن التصدير تقولك أنا طلعت دعم صدرات أرقام كذا وديتها المصدرين التصدير ليس دعم الصدرات أنا بقليه عشرين سنة بقول الكلام ده التصدير تسهيل المناخ التصدير بناء القدرات التصدير دخل القطاع غير الرسمي دعم الصناعات الصغيرة عشان تصدر يعني بالأمس كان فيه الاحتفال بموضوع زيادة تكافل وكرامة نص مليون أسرة على فاكرة لما تيجي تتكلم عن مكافحة الفقر وموضوع تكافل وكرامة القضية مش بعيدة عن اللي احنا بنقوله ليه؟ لأنك مش هتصدر إلا بالمصانع الصغيرة مش هتعمل رقم إلا بالمصانع الصغيرة مش الكبار هم اللي حعملوا التصدير فقط يعني هم مهمين جدا بس مش هم بس اللي حعملوا التصدير وعشان كده فندم الرئيس قال عايزين المواطن اللي بيحصل على دعم تكافل وكرامة يتحول من مواطن مستني في آخر الشهر دعم لشخص منتج ده على فكرة أنا عايزة أقولك بقى أن كلام الرئيس ده بدأ يجد يعني على أرض الواقع يعني أفاق مهمة جدا بس يعني محتاجين ننصق الجود اللي بتتم هتلاقي في كل وزارة كده حد بيشتغل حد لكن هل فيه هوليستيك أبروتش كده أنا نفسي يبقى فيه آلية على مستوى رئيس مجلس الوزراء ومستوى رئاسة الجمهورية لأن دي قضية حياة وموت لمصر الصناعات الصغيرة يعني رئيس دعم الصناعات الصغيرة قبل كده عمل مبادرة 200 مليار جنيه وقعدنا قيمناها وشوفنا حندعمها زي عشان نوصل للأهداف لكن النهاردة لما تيجي تتكلم على دعم بقى دخل تكافل وكرامة تكافل وكرامة كل تجارب الدول اللي عملت نهضة استخدمت التمكين الاقتصادي للفقراء يعني مثلا الصين أكبر تجربة نكحة في الألفية من 2005 إلى 2015 الصين نجحت تطلع 750 مليون نواط من تحت خط الفقر في عشر سنين بالتمكين الاقتصادي ادي كل واحد ادي له قدرات أعلمه حرفة تتوافق معاه ادي له وحدة انتجية يشتغلها واخد سوأ له المنتج بتاعه هتبصت لاقي ده كله حصل فالنهاردة تكافل وكرامة فيه برنامج فورصة بتشتغل بنك ناصر الاجتماعي النهاردة مع وزارة التضامن بيبتدي يطلع مبادرات عشان يبتدي ينزلوا للمرأة المعيلة أنا عندي الحقيقة أنا رئيسة مؤسسة أهلية وبشتغل في الحتة دي أنا بشتغل في حتة التمكين الاقتصادي للمرأة في بني سوف وفي حلوان أنا مدربة لغاية دلوقتي 1206 1206 دول في خلال خمس سنين تلعوا من تحت خط الفقر الحمد لله دكتور يومنا بقينا نسمع في الفترة الأخيرة أزون الخزانة كثير قوي والاستثمار في أزون الخزانة وأن المواطنين ممكن يبتدوا يشتروا أزون الخزانة بنك المركزي طرح أزون الخزانة الفترة الفاتت بقيمة بلغت 31.5 مليار من 13.5 و16 ده معناه إيه؟ وهل الناس اللي النهاردة بتفكر تشتري في أزون الخزانة تعمل إيه وده؟ والله يا ريت الناس تشتري في أزون الخزانة بدل البنوك أنا من وجهة نظري حديث أزون الخزانة ده بالنسبة لي حديث له شجون كثيرة أنا مسمع أزون خزانة أنا مسمع أزون خزانة أنا بزعل هقولك ليه؟ لأنه إزون الخزانة دي يعني الحكومة بتستلف تمام؟ ويعني الدين الداخلي بيزيد تمام؟ فلما تيجي تخديق دي ببساطة شديدة طيب لما الحكومة بتيجي تستلف ده طبيعي الحكومة تستلف ليه؟ لأنه الموازنة فيها عكس فالموازنة الإرادات رغم أن حصلت طفرة كبيرة جدا في إرادات الضريبية إحنا داخلين دلوقتي في الإرادات الضريبية مقربين للتريليون جنيه إرادات ضريبية دي عبرها ما حصلت في مصر فدي تعتبر طفرة لكن لما الحكومة بتيجي الإنفاق كبير جدا والتحديات بتاعة الإنفاق كبيرة ودي قصة كبيرة جدا عايزة حلقة لوحدها تتكلمي على ترشيد الإنفاق وإزاي كل إرش يروح للمستحقين ده عايز شغل جامد جدا وعلى فكرة الحكومة أنا يعني عندنا إحنا كاقصادين دلالات كثيرة جدا إن إحنا محتاجين شغل في ده محتاجين مراجعة وإعادة نظر وشغل جامل عشان نرشد الإنفاق بتاعه فده الجزء بتاع الإنفاق طب فيه خلال بين الإنفاق وبين الإرادات فحتعمل إيه الحكومة بتستلف بتستلف إزاي؟ بتطلع زون الخزانة متيجي تطلع زون الخزانة مين اللي بيشتري بقى زون الخزانة؟ اللي بيشتري زون الخزانة هم ياريت أفراد ليه؟ لأنه أنا النهاردة أنا عايزة الأفراد يبتدوا يلاقوا أوعية إدخارية وأشجحهم أنهم يروحوا زي ما قلت كده بالظبط أشجحهم أنهم يروحوا يشتروا زون الخزانة على أساس إيه؟ أنهم بياخدوا عائد خاري أعلى من اللي موجود أو متاح في البنوك وممكن يكون ده عن طريق البنوك لكن الجزء السلبي في زون الخزانة لما البنوك بتشتريه ليه؟ لأن البنوك بتشتري زون الخزانة وقتها 16% اللي بتقولي عليها توجع دمخها ليه بقى؟ بأنها تتعب نفسها وتدور على مستثمرين عشان تدي اقتمان ففي خلال التلاتين سنة اللي فاته وده أنا أتمنى من محافظة البنك المركزي الجديد الحقيقة أنه يبتدي يهتم جدا بقصة الظاهرة دي اسمحها الكراودينج أود أو مزحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتمان هتيجي البنوك تقولك ما هو ما فيش مستثمرين أنت هاتلي مستثمرين وأنا سلفهم دايما البنوك بتقول كده فيه آليات كتيرة جدا أجيب لك مستثمرين مصر النهاردة بالزاد بعد المشروعات القومية الكبرى بقى فيها فرص استثمرية جبارة تقدر تطرحيها وتبقى ومرباحة جدا يعني أنت عندك في كل سلاسل الإمداد فيه نقص يعني خدي ملابس الجاسة هتلاقي فيه نقص وحاجات بنستوردها خدي كل صناعة أنا عمدي دراسات بكده كل صناعة إيه اللي نقص طب ما دي استثمارات مرباحة دي الحقيقة الحكومة كمين بتدعم القروض للناس اللي عايز تعمل مشاريع صغيرة نتكلم خمسة في المية فده يعني دي اللي هي مبادرة الرئيس بتاعة الخمسة في المية بس دي بقى إحنا محتاجين محتاجين أننا يبقى عندنا يعني عشان أنا بشتغل في قصة مشروعات صغيرة دي بقى لي 30 سنة فمحتاجين دايماً صاحب المشروع الصغير والطلبة عندي في الكلية بشجعهم يعملوا مشروعات بعد التخرج بتبقى عنده مشكلة أنه يعني استدامة المشروع وحيبقى ناجح فيه ولا لأ فالنهاردة لو أنا عملت بقى دراسة جدوى مبتاقية حيجي جهاز المشروعات الصغيرة يقولك أنا عندي الكلام ده كله جاهز أنا عايزة أنزل للشباب وانزل في التجمعات الصناعية لسا كنتوا بتقولوا أخبار الكلاسترز الصناعية اللي تم الإعلان عنها تجمعات الصناعية المعمولة تلوقتي محتاجة إعادة هيكلة شاملة لأنها لا تتطفق مع المزايا النسبية لكل محافظة أنا عايزة أعمل كل محافظة إقليم صناعي زي الصين كده متميز بمجموعة صناعات يعني أول ما قولوكم مثلا دوميات هتقولوا لي إيه الأساس خليني أركز كل الأساس في دوميات والجبن والحاجات اللي دوميات مشهورة بها ما هو بالفعل في مدينة دوميات الأساس في مدينة دوميات الأساس بس تعالشوا بتصدر بكام صرفت عليها مليارات بتصدر إحنا بنصدر أساس بكام 200 مليون دولار آخر رقم هل يعقل وعندك قدرات هيلة وفقاً لعديد من الدراسات بتاعتنا كاقصادين إنك تصدر نقصك حاجات صغيرة ما بتتعملش بقى الحاجات الصغيرة دي بقى لنا من ساعة مدينة الأساس دي ما تعملت اللي أنا أريد أن أشير إليه كمان البطء في التحرك يعني بص إحنا عادينا نقول كلام إيه أنا بقول الكلام ده بقى لي سنين شوف بقى على ما تنجز بقى ويبتدي يطلع قرار وعلى أرض الواقع إحنا يعني شوف الرئيس لما بيقول حاجة وبتتنفذ في نفس الثانية وهو قاعد يعني أنا عايزة نفسي هذه الروح تنتقل إلى الحقيقة الحكومة بتبزي الجهد وكله لكن القدرة على التنفيذ مهمة جداً في هذه المرحلة وتسهيل الإجراءات لأنه فعلاً هناك معوقات بالذات في الصناعة يعني اتكلمي أنا لسه كنت عاملة مؤتمر وجبنا مصنعين كتير أصحاب مصانع لا تدخيلي شكواهم كثيرة جداً تعقيدات وبيروكراطية وإجراءات شديدة فئة من الناس يجب الاستماع لشكواهم سريعاً لدعم الاقتصاد وصنعات صغيرة بقى تماماً طبعاً بكل تأكيد ومازلنا في انتظار قرارات جديدة من البنك إن شاء الله لا دي كلها مباشرة جداً القادمة تدعم الاقتصاد والسياسة المالية للدولة شكراً جزيلاً لك يا فندم الدكتورة يمنى الحماية أستاذ الاقتصاد بجامعة عن شمس شرفتين ونورتين أنا خليف ترسال